السلام عليكم المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولان العقل وأن أبي زرق قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد غذي أول قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال هربعونا سنة إن الله ملائكة يسلون على النبي يا في الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلما الله أفرص الله أفرص وعلى آل سبيل الله مولانا محمد مكين وفارك وسلم وسلم عليك الصلاة والسلام عليك يا سبيل الله رسول الله على آلك واصحابك يا سبيل الله وصدق رسوله النبي والأمي والكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكين والحمد لله رب العالمين أفرص أفرص الأمام أفرص شكرا للمشاهدة 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 جامعة غوثية حضرت علامة حافظ محمد صاحب بلوج و و و و للمشاهدة 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 جميع جميع عمد شكرا للمشاهدة بعض المشاهدة من الضوء أنت للمشاهدة ولكن لا أعلم من المشاهدة لأنني للمشاهدة جميع لدينا واحد و و أحرق محمد رسول الله أتمنى بأن أعلم قلِ أنا ما أحبكم في الله و أنا أحبكم لك لأسفة الله إني أحبكم في الله وفي ذلك يجب أن تقول أحبك الذين أحبكتني لهم إنه أحبني لأنه يقول أنه أحبك عندما يحبك أنه يحبك لذلك لا تتأكيد المعضو 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 أن تكون المعضو 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 أعلم اقول THIS النظر ولم يقول هذه الحقيقة القرآن هل أنهم democrats أو وكلما أردت نشيد وعلمين أنكم تستطيع أن نشيد فإن أردت نشيد حيثي أردت لكي أردت كل شيء لأنكم أنتم مستقبلنا لديكم مستقبلنا إن شاء الله أحمد ربالي تعالى أيضا أيضا في البداية أريد أن أريد أن أقول بشكل حديث من رسول الله عليه السلام و السلام أريد أن أذهب إلى أعطاء إذا كنت إذا كنت تتعلم إذا كنت تتعلم سلسلًا إذا كنت تتعلم مات سمرة نجاة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صوت و سلسلًا لكي أريد أن تتعلم لكي أتتعلم لا تتعلم لأن هذه ليست محددة هذه هي أتتعلم الله سبحانه وتعالى و هذه هي أتتعلم بسول الله عليه السلام و السلام ومع المسلمين يجب أن تشعر بالتعامل على الله سبحانه وتعالى وعلى الله سبحانه وتعالى وعلى الله سبحانه وتعالى اتكتبت، ماند، واداء يجب أن أتحدث عن المعرات أولا ولكن لكي أتحدث عن المعرات أولا وعلى الله سبحانه وتعالى أولا أتحدث عن المعرات أولا كما يتحدث عن المعرات أولا عندما تتحدث عن المعرات الأولياء عندما تتحدث عن المعرات الأولياء ثم و ربما يمكنك أن يكون لديك أفضل من المفترض من المفترض الصلاة والسلام لكن المفترض قال له أبو باقم يا أبا باقم لا أحد يعرفيييييييييييييييييييييييييييييييييي الله سبحانه وتعالى no one knows the reality of Rasulullah عليه الصلاة والسلام the meaning this word wali is derived from the word waliun الحمد لله ثم الحمد لله people see myself and my colleagues across the globe of over 170 countries but this is nothing because of me والله تلا بالله no one knew of me this is the phrase of my shaykh this great shaykh that you've heard shaykh muhammad alamuddin when I pledged onto his hand then the doors opened when a person gives himself to Allah subhanahu wa ta'ala when he realizes the meaning of Islam and as a Muslim to submit to the will of Allah subhanahu wa ta'ala yes I was born as a Muslim yes I went doing madrasa alhamdulillah I sat at the feet of shaykh but I was unable to kill my ego nuts pride British born here in the UK Brahmi but when I sat at the feet of shaykh ala al-uddin samsiddiqui everything went subhanahu wa ta'ala bihukm wa ta'ala subhanahu wa ta'ala so this word waliyun is derived the word waliyun is derived from the word waliyun which means kurd nearness nasdiq and alif billah Honda mandi that alwali ism minaff Jacobs veazing walham � Syddiq and nasiq hard means somebody who is near to Allah subhanahu wa ta'ala why not because he is a friend of Allah subhanahu wa ta'ala فرميه المحب بلوه لالله سبحانه وتعالى الله أحب لذلك المنطقة لأسه الله لأنه يمتلك بأنه فأنا بالله سبحانه وتعالى والصدق أكبر 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 والنصف والنصف أكبر أكبر ترجمة نانسي قنقر